اتكلم على السوشيال ميديا المصريين من يوم 7 اكتوبر لغاية النهاردة واول ما ابتدوا يكتبوا كلنا الجيش المصري وهاسينا قطة احمر حصل مشكلة في شبكات التواصل الاجتماعي ما بقاش حد شايف حد ولا حد عارف يوصل لحد ولا وناس تتحجب وناس تقيد وناس تكتب تقول اين الحرية وحرية التعبير والديمقراطية الغربية وكل الافلام الهندي دي من الواقع ماذا يحدث الآن على شبكات التواصل الاجتماعي طيب خلينا نفرع في شبكات التواصل الاجتماعي ما بين ميتة تحديدا اللي عندها فيسبوك وعندها واتساب وانستجرام وبقية الشبكات الاخرى اللي فيها ممكن تلعي دع خلينا في التالك في ميتة في ميتة ميتة تحديدا من قبل يوم 7 اكتور اوكي ودي ملاحظة شخصية ان كان فيه نوع من انواع تقليل الوصول للمحتوات اللي ليه علاقة بنصر اكتوبر دي ملاحظة شخصية ولو فيه بعض الزومة اللي كانوا ليوم منشورات عن نصر اكتوبر حتى كان انا بقول لك نصر اكتوبر مش حرب اكتوبر كمان يعني انت متحاربة ممكن ان يفهم منها فكان فيه حالة من عدم الشرام يعني ما لقيت لقاش تفسير قلت ربما يكون تحديثات كتيرة جدا لان اللغة رتمات بتاعتها هي بتشتغل بتغذيها بمجموعة من الاوامر وطف لو حصل محتوى ليه علاقة كذا كذا او فيه الكلمات دي مع الكلمات دي فيبدأ المحتوى ده يتعرض لتلات انواع من التعامل او النوع هو تقليل الوصول يعني لو انت كتبت محتوى وقلت فيه مثلا فلسطين بس ما قلتش لحماس ولا قلت اي حاجة فالمحتوى ده بدل ما كان بيوصل لخمسة في المية من جمهورك لا هيوصل لتلاتة في المية اتنين في المية فبقى الليلة الوصول طيب كتبتي مش بس فلسطين كتبتي فلسطين وكتبتي مثلا جملة ليه علاقة بكلمة مثلا دعم او مواجهة او حرب او اي كلمات من اللي هما حطينا تحت بن ان دي كلمات بتحد على الكراية والعنف فممكن يروح قافل الباست بتاعك قافل الكنت نفسه المحتوى اللي انت عملت له صورة او فيديو او هاتفير ايه يروح قافله يعني ايه قافله يعني يفضل موجوده محدش يشوفه ولا يلغي لا في الحالة الأونية بيفضل موجود لكن قليل يشوفوه في الحالة التانية بيغلق المحتوى نفسهم تمام المحتوى بيحصل له عملية حاسف المحتوى وبيتبلغ لك اشعار ان تم حاسف المحتوى لانك اخترقتي سياسات الفيسبوك اللي انت قريدي وقعت عليها لما جيت او وفقتي عليها تالت حاجة لو عملت الموضوع ده اكتر من مرة او حصل نوع من انواع الشكاوى عليك كتير جدا فبيتم غلق حسابك نفسه فدي تلت انماط من ده بداية من يا حضرتك لاحزت كمتقصص انا لاحزتها يوم من قبل من بداية خار اكتوبر ليه علاقة بنصر اكتوبر الناس حسرتها انه ده هم منحزين لاسرائيل وهم بينكروا علينا النصر وبينكروا علينا الاحتفال الناس فسرتها ببساطة انه موقف سياسي فيه انخياز للعدوم او ناش فسرتها انه جزء من حصار غزة ومنع المياه والكهرباء والطاقار لا ده قبل سبع اكتوبر يعني لما بدأنا نحس ان البوستات اللي بتتعمل عن انتصار اكتوبر بيقل التداولها ورؤيتها الناس بتدت تحس ان ده موقف سياسي فيه انحياز لاسرائيل ثم جت سبع اكتوبر بقى وما تم فيها فتأكد الاحساس ده انحياز سياسي خاصة ان ما فيش تقارير غربية كان بتكلم على شكاوة من المحتويات اللي كانت بدعم عندهم اه يعني انا انا قريت تقارير كتير جدا غربية بتنقل الشكاوة العربية والمصرية انها بتعاني من عدم الوصول وفيه انحياز واتهمات الميتا بانحيازات تمان ملاقتش في التقارير الغربية اتهمات من الناحية التانية اه يعني مش حال العام مش حال عام رغم رغم ان ميتا طلعت بان وقالت ان فيه بعض المشاكل التقنية عندها سواء في البس المباشر او في الريلز على انستجرام وقالت ان فيه مشاكل تقنية ما عادتش كتير جدا وكانت على كل العالم ده اللي قالتهم ثم قالت كمان انها نظرا لطبيع تطور الاحداث عملت اكتر من اكشن اول اكشن انها استبعت مجموعات عمل سريعة جدا بتفهم في اللغة العربية واللغة العبرية عشان تقلل وتبدأ تتعامل مع المحتويات اللي هي علاقة بالعنف والقراهية ثم عملت بعد كده ايه انها قللت من عمليات الوصول للمحتويات ده اللي علنته بس علنته امبارح واقول امبارح اوكي فعلنته وهي كلامها بيقول انها على الكل وبتتكلم في اطار حتى كمان بعض الناس تقلوها على فكرة انها بتقول ايه ان المحتوى هي تقلل على وصول في اطار المنطقة بتاعتك بتاعت اليوزر بتاعت المستخدم بس المنطقة دي هي تقدي ايه بقى ولا ايه هو مين نمش باين بالزبط طيب استاذ خالد يعني نمشي بمراحل كده عبل 7 اكتوبر كانوا بيقللوا كنا حاسين ان بالبلد عارف لما حاجة تزارجن كده وده امر غريب يعني ما كانش فيه اي حداثة ثم من 7 اكتوبر المسائل بقت اكسر بطئا واكسر اختفاءا ثم المصريين يعني تشاركوا في شكوى انه اول بقى ما بدأنا نقول سينة مصرية لا للتهجير القصري اه الامن خلاص بقى هنا دخلنا كلنا في القودة الضلمة محدش حد شايف حد يعني كمان لما احنا نحن نواجه ما نرى مخطط ضدنا ضد بلادنا ضد ارضنا فعلا دخلنا في القودة الضلمة رغم التاجات ورغم كل حيه خلاص الدنيا ضلمت طيب الفيسبوك وميتا وكل الشبكات الاجتماعية تقريبا يعني بما فيها تيك توك اوكي هي شركات مسجلة انها بتعمل وفقا للقانون الامريكي فهي بتلتزم بدا فانتي لو جيتي في مصر قلتي قرار ان المجموعة دي او الجماعة دي جماعة ارهابية ولو دا ما يتعارضش مع الالته امريكا فهو هينفس لكن دا لو يتعارض مع الالته امريكا هينفس الالته امريكا فامريكا بتقوله ان المنظمات دي والدول دي والافعال دي والكلمات دي مجرمة فهو بيطبق ده دي حاجة الحاجة التانية ان قانون الاتصالات الامريكي فيه مادة وهي مادة مثيرة جدا للجدل ودي ممكن دي من دي الحاجة الوحيدة اللي اتفع عليها بايدن و ترامب لكن ما قدروش يعملوا فيها حاجة الا المادة 232 المادة 232 بتقول ايه بتقول ان يتم معاملة الشبكات الاجتماعية معاملة شركات الاتصالات بمعنى ايه؟ بمعنى انت لو عملت مكالمة على اي شركة من شركات المحمول والمكالمة دي حصل فيها نوع من انواع الجرائم وهيك يعني المحامية كبيرة وعارفة حصل فيها عملية سب او قصر هنا نقدر نرجع على شركة المحمول دي ونتهمها انها كانت حاضنة للجريمة دي؟ لا لا صح؟ فقال لك هنتعامل مع الشركات الاجتماعية نفس المعاملة اه يعني كأنها علبة فاضلة وكل واحد بيحط فيها اي حاجة بالزبط البلد كده ده مش مسؤول لكن واقع الامر غير كده هو اللي بينقل وبيبروج وبيعمل لا واللغة راتمات بتاعته هي بتساعد بقى ما هنا بقى هي مش مجرد وسيلة مش وعاء لوضع المحتوى لا هنا وعاء لوضع المحتوى ونشره وتقليله وتفاعل عليه الاتحاد اللي رجل صراحة كان ليه موقف قوي جدا بقانون الخدمات الرقمية الـ Digital Service DSA وقال لا انت مسؤول ومطالب ووجه تحذيرات للمنصات كلها مع بداية الازمة وان كانت تحذيرات من ناحية التانية اللي هو اي محتوى ليه علاقة بحماس او دعم حماس هنقفل لكم المنصة وبعت لهم استجواب بعتلنا تقرير بايه اللي عملتوه ولست من يومين بعت لهم كمان الزام بقى مش مجرد طلب ان هم يبعت لهم تقارير بايه الجهود اللي تمت لمنع المحتويات اللي هي ضد القرية والعنف ووقع لمنطقهم طيب اذا اعتبرنا ان القانون الامريكي او قوانين انا باش راحلك بس الخلفية انا كاما يعني اذا اعتبرنا ده موقف احنا لازم نقف عنده ونعرف دي دروس مستفادة بعد ما نخرج من هنا نبقى عارفين يعني جزء كبير جدا من 70-80% من من منظومة التفاعل المصري الشارع المصري جزء كبير جدا من التفاعل اللي كان بيتم في البيوت وعلى القهاوي وعلى النواصي وعلى الليكشاك بدأ يتم على الشبكات الاجتماعية اللي هي مش بتاعتنا اللي هي مش بتاعتنا ومش متحكمين فيها ومش متحكم احنا ما كلمش يا ريت التحكم ده بعيد ده هنتكلم بعمل ده هنتكلم بعمل ده هنتكلم بعمل بس على الاقل قلص يكون عندك القدرة والسلطة ان انت تيجي تقوليله ييجو زيادة صلاة يقول تعال يا جماعة بتعميت تعال قولي ايه اللي بيحصل اذا هم مش موجودين اصلا فهم احصل كويس يعني الناس لما والله اصلا ساعات اقول يا جماعة زوروا بعض وتكلموا بعض في التليفون طبعا طبعا لانه هنسحى فيهم بس انت جيل يعني الجيل اللي هو تعاول على العلاقات ده منك كتير لا يعني شوية لا لا ده نباعك جدتي والكنبة لا خلوك شو ده عواب لا واسخ بالك انا وانتي وكل الاجيال اللي هي ولدت ما قبل 1990 ده عاشت الحياة الطبيعية اللي فيها صديق يعني حد فيه اشرة وزميل يعني زميل تختة وحبيب يعني حد فيه بيني وبينه علاقة ده وقتي بيبقى العلاقة عبارة عن لايك وانتريند وبقت علاقة فالعلاقات التخيلية ما بين الاجيال الجديدة دي هي ايما على الانترنت مفيش واقع عشو عشو كدائما لا بيضعوا نتكلم الوعي 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 لما تيجي تفصصي الوعي ليه الوعي دلوقتي مختطف لان طول عمر الوعي زمان كان مبني على كنيسة وجامع وشارع ومدرسة وإعلام وجدتي وآهل منظومة منظومة كاملة المنظومة دي كلها بدأت تنكمش بما فيها منظومة الإعلام وبدأت تروح لمنظومة رقمية انت مش موجودة هناك ده ملعب جديد خالص بقى طيب ما محدد لو حولك